على سلامة شعب اليوتيوب والناس الذين تعشق الصفر الكل اليوم نهارنا الرابع متبسكين بعد نبيتها على دفاف بحيرة بافا متعنا بالطبيعة والكام في غابتها توجيه الوقت بش نرجع الاثنية اليوم رحلتنا بش تكون الاكثر من 60 كم في تجاه المدينة الساحلية بودروم في جنوب تركيا لمنا الخيمة ما عاش عنا برشة ماء وماكلة ما خيبوا الاحساس كتبسكين مغير في طور صباح ماكش عارف كين مش تلقى حاجة تكلها في اثنية ولا لا بعد اول صعدة لقينا مطعم عائلة صغير فل اسمه طارق يخدم هو ومه الناس طيبين برشة فرحوا بنا مفطور صباح عظم زبدة عسل قاوي تركيا كي جينا ماشي نعطينا غالة من عندهم حصلوا عدينا معهم قريب ساعتين حكينا شوية انجليا على شوية تركيا فهمنا بعضنا بعد حكاية 20 كم وصلنا القرية اسمها سالميا وين الماب أعطتنا فنية متعبسيكل تبعد على الطريق الرئيسي اثنية تدخل بين الجبال وتشق برشة قراء شرينا بزايد ماء وماكلة اخذنا الريسك وتبعنا الطريق الفراعي الأكثر من 20 كم حسنا نصور كان احسن قرار اخذناه من وقت اللي بدينات بسكيل دخلنا البرشة بلايس برشة قراء وكايننا معاش في تركيا جو اخر جملة كان في تركيا واحد اخرى كان ثنية كلها اراضي فلاحية دائرة بها الجبال وتشق برشة وديان بعد 20 كم ارجعنا مرة اخرى للكياس الرئيسي وما هذه المرة معاستخانة تعصيف تزيد حاجة اخرى كان فما ريح ضدنا حسنا قبل كل سعادة نعمل الترتيحة وردوا بها الروح اخيرا وصلنا للبحر بمرة اخرى بلاسة مزيانة فيها مارينة صغيرة تبعد 15 كم على وسط بودروم على الماب لقنا دو كامپنج سايتس اول واحد وقفنا عنده كان اسمه كايا كامپنج حجبتنا البلاسة نتاعه على الاخر سوم الليلة تزوز من الناس كان 8 دولارات حسنا 12 دينار سوم به ياسر خاصة اللي كانوا عندهم ويفي قوي على الاخر كوجينة وحتى دوش كامپنج سايتس قررنا ان بيته الليلة او اكثر في الكامپنج سايته وان انا كنت لكثريبا تحضر فيديوهات اليوتيوب وقاليسة نجم تقرأ الكوردو فرنسي رحلتنا في النهار الرابع كملت من بافا لايك للبلاثة المزيانة اللي عملنا فيها اكثر من 60 كم طوى وقت شوية راحة نخدمه شوية ونكمل ثنيتنا لا تنسوش تسبسكرايب وحتى كان عندكم اسألة تبوهونا في الكومنتر ونجاوبكم عليها سيوية تحبوا تسافروا بالباسكلتات ولا بأي طريقة اخرى